كابتب الصباح ممكن احنا في برنامجنا هنا احنا بنقرخ الحلقات للنجوم اللي هي حققت لمصر خاصة انت كنت نجم دورة توكيو لومبل جيمس 64 لكن الناس عاوزة تعرف انت بدأتك في الكرة بدأت منين هل بدأت في الشارع هل بدأت في ساحة هل بدأت في كرة شراب ولا كرة كبيرة طبعا انا بدأت في حي بولاء ابو العيلة نعم الكرة الشراب واللي ملعبش كرة شراب ما بقاش لعب خالص خالص يعني فيه كاتب كرة الجلد كويتش اللي هي بتاعت التنس دي اه بتاعت التنس وكرة الشراب لعبتوه من تلاتين ده اه يعني بس الكرة الشرقت اكتر 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 بالنسبة ليه كنت فيه ارض اسمها ارض المغربي بعيد عن جنب اسم بولاء واسعة وكنا بروح نعمل فيها دوري ونلعب فيها وكان الحمد انها حصل الله الرحمه برضا كان عمل دور المساق ايوه لعبت فيه برضا قبل ما تبقى اسمك مصطفى رياض اه لعبت اه طبعا اه وأنا بقى لعب بقى كانت في الأجبال وبعدين اختاروني أنا أتكلم على الجزئية اللي هي كانت قبل ما تخش ناديت كل كرة شراب مين كان اللعيب كرة الشراب اللي كان موجود معك وكان اسموهم في الوقت ده كان أحمد أبو حسين اللي هو كان بتاع الزمالك بتاع الزمالك ده أنت كنت متوقع له أنه يبقى لعيب جاملة لا هو كان لعيب كويس هو كان لعيب بصراحة كويس يعني أنا حضرته وأنا يعني كنت أصغر منه فروحت لقيته بيلعب دخلت فريته دخلت فريته أنا أحطت معك فريتك لا ده فرقه هو فقالوا له هنلعب ضد فرقه أحمد أبو حسين لعبنا نعم وسعيتها الحمد لله ربنا وفقني وجوبت جونين وكسبنا الماتش نعم فكرة الشراب فكرة الشراب فكان هو لعيب كويس يعني بصراحة بعض النسب تقول لك اللي أحياناً اللي بيلعب كرة الشراب لأن الكرة الشراب اللي بتلعب بكوتشي ما فيهوش استرزات من تحت يقول لك اللي اللعيب كرة الشراب ما يعرفش يمسك الكرة الكبيرة إيه صحة الكلام ده بالعكس يبتساعدك 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 ما بجم برجلك ومرة وتلعب ببشرير لك مرة ويعني فيها ميزات كويسة جدا دي بتهيأ لك بقى أنت بتهيأ نفسك لكرة كبيرة من خلال الكرة الشراب الكرة الشراب ده بتتحكم في الكرة الصغيرة فهي تتحكم في الكرة كبيرة إن الكرة الشراب الصغيرة دي بتخليك تتحكم في التحكم كما تيجي الكرة كبيرة بتديك تحكم أكتر يعني الكرة الشراب بتعلي المهارات بتعلي المهارات